نتواجد الآن في باطن السفينة ديموكسيد وهي السفينة التي خصصتها فرنسا لتلقي الرعاية الطبية لأعداد من المواطنين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الحرب على غزة خلال الفترة الأخيرة هذه الصورة الآن داخل باطن السفينة وهذه المستشفى الميداني يصل إلى هذه المستشفى حتى اللحظة ما يقارب 90 مواطن فلسطيني أيضا يتواجد معهم عدد من المرافقين 30 من هؤلاء المصابين الذين وصلوا إلى هذه السفينة من الأطفال يعني جميعهم يتلقون الرعاية الطبية وهناك أعداد كبيرة جدا من التخصصات الموجودة في هذه المستشفى والتي نحاول أن نستعرضها من خلال الصورة الآن جميع من يتواجدون هنا في هذه السفينة وهذه المستشفى التي خصصتها فرنسا على متن هذه السفينة يضرقون الرعاية الطبية بصورة عاجلة هناك أيضا طاقم طبي يتكون ما بين 70 إلى 80 طبيب ومعالج جميعهم يتواجدون في خدمة هؤلاء المرضى إذا ما كانت هناك أعداد من الإصابات في حالة خطرة فإنه يتم نقل هؤلاء المصابين من خلال الطائرات الهليكوبتر الموجودة أعلى هذه السفينة خاصة وأنها حاملت طائرات بالأساس ويتم نقلهم إلى المستشفيات الموجودة بالقاهرة بصورة عاجلة وسريعة وبالفعل هذا ما قد يتم خلال الساعات المقبلة بالإضافة أيضا إلى نقل أربع إصابات على مدار الساعات الماضية كريم الشيخ مراسل الغد من ميناء العريشة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر